1- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 2- بسم الله الرحمن الرحيم 3- يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء 3- واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4- وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 5- وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع 6- فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 7- وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا 8- ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 9- وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 10- ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 11- فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 11- للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 12- وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 12- وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا 13- إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 14- يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 15- فإن كن لساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 15- وإن كانت واحدة فلها النصف 15- ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 15- فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 15- فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين 15- آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 15- فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 15- ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين 15- وإن كان رجل يورث كلالة أودين 15- إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار 15- وصية من الله والله عليم حليم 15- تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 15- خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 15- ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 15- والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا 15- والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما 15- إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 15- وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 15- ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 15- يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 15- ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف 15- فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 15- وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 15- أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 15- وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 15- ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 15- حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 15- وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم 15- من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 15- وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما 15- والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 15- وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 15- فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما 15- ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 15- والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام 15- فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 15- ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم 15- يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 15- والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 15- يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 15- يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 15- ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا 15- إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 15- ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 15- ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون 15- والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 15- الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 15- فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفر الله 15- والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 15- إن الله كان عليا كبيرا 15- وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا 15- واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 15- وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 15- وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 15- الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 15- والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 15- وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما 15- إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 15- فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 15- يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا 15- يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون 15- ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسنوا 15- وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء 15- فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 15- ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 15- والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا 15- من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين 15- ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 15- يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 15- فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا 15- إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 15- ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 15- انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 15- ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا 15- أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 15- أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 15- أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 15- فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا 15- إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 15- إن الله كان عزيزا حكيما 15- والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 15- لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 15- إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 15- يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 15- فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 15- ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 15- يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا 15- وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 15- فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 15- أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 15- وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 15- لوجدوا الله توابا رحيما 15- فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 15- ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 15- وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما 15- ولهديناهم صراطا مستقيما 15- ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 15- وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 15- يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 15- وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا 15- ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 15- فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 15- وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 15- ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 15- الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 15- ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 15- فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 15- وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخفرتنا إلى أجل قريب 15- قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 15- أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 15- وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 15- ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا 15- وكفى بالله شهيدا 15- من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 15- ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 15- والله يكتب ما يبيتون 15- فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 15- أفلا يتدبرون القرآن 15- ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 15- وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 15- ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 15- عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 15- من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 15- وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 15- الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 15- فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 15- ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله 15- فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 15- إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 15- ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 15- ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها 15- فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 15- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 15- فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 15- وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 15- فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 15- ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 15- يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 15- تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 15- لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 15- فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا 15- وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 15- درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 15- إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 15- قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا 15- إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 15- فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 15- ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة 15- ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما 15- وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا 15- وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 15- فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 15- وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 15- ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 15- فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 15- ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 15- وترجون من الله ما لا يرجون 15- وكان الله عليما حكيما 15- إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 15- واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما 15- ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 15- يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا 15- ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 15- فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 15- ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 15- ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما 15- ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 15- ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك 15- وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء 15- وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 15- لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 15- ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 15- ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 15- نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا 15- إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 15- ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 15- إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 15- لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا 15- ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام 15- ولآمرنهم فليغيرن خلق الله 15- ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 15- يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 15- أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا 15- والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 15- وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 15- ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 15- من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا 15- ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 15- ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 15- ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا 15- ويستفتونك في النساء 15- قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء 15- التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن 15- والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط 15- وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 15- وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 15- والصلح خير 15- وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 15- ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 15- وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 15- ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 15- وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 15- إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا 15- من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 15- يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 15- إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 15- يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 15- ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 15- إن الذين آمنوا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 15- بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 15- الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 15- أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 15- وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 15- إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 15- الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 15- فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 15- إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 15- مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 15- يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 15- أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 15- إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 15- إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 15- وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 15- ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 15- لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما 15- إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 15- إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 15- أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 15- والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 15- يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 15- فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 15- فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 15- ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 15- ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا 15- وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 15- فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 15- بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 15- وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 15- وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه 15- ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 15- بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 15- وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 15- فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 15- وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 15- لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 15- والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 15- إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 15- وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 15- ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما 15- رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 15- لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 15- وكفى بالله شهيدا 15- إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا 15- إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 15- إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا 15- وكان ذلك على الله يسيرا 15- يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم 15- وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 15- يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 15- إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله 15- وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 15- إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد 15- سبحانه أن يكون له ولد 15- له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 15- لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 15- ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 15- فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 15- وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 15- يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 15- فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 15- يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 15- وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك 15- وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 15- يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم